السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام السياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنشرح منهج KG2 Discover او اكتشف الترم التاني وهنكمل شرح Chapter 2 او الفصل التاني Playing with new friends او اللعب مع اصدقاء جدد وده طبعا في المحور التالت او How the world works كيف يعمل العالم وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نذاكر فيه ونكتب منه ويلا نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح Page 22 او صفحة 22 والنهاردة ان شاء الله هنشرح Page 23 او صفحة 23 وكنا شرحنا قبل كده طبعا الفوتبول game او لعبة كرة القدم وازاي هي بتتلعب outside او في الخارج وتعلمنا القواعد بتاعتها او الرولز بتاعتها كمان لو حابين نفتكر الكلام ده نقدر نشوف الدرس اللي فات علشان نقدر نراجع عليه النهاردة هنتكلم على لعبة تانية جميلة قوي كلنا بنحبها وكلنا بنحب نلعبها وهي لعبة الغميضة او لعبة الاستغمية كلنا عارفين ايه هي الاستغمية يا اصحابي وبالنسبة اللي مش عارف ايه هي الاستغمية هي لعبة بيلعبها مجموعة من الناس مش لازم يكون عددهم كبير المهم ان في واحد بس بيبقى هو الا بيستغمى او بيغمي عنيه او بيغطي عنيه والافراد الباقية في اللعبة بيستخبوا بيستخبوا منه في اماكن مختلفة وبيستخبوا وهم ما بيعملوا الصوت بيبقوا هاديين ما بيطلعش منهم صوت والشخص اللي بيستغمى ده او اللي بيغطي عنيه ده بيعد من واحد لعشرين وفي خلال وهو بيعد من واحد لعشرين الافراد التانين بيختاروا لنفسهم اماكن يستخبوا فيها وبعد كده هو بيشيل ايده من على عنيه ويبتدي يدور عليهم وكل ما يلاقي حد من الناس اللي مستخبين منه دول في اللعبة الافراد التانين بيقولوا انا لقيتك او بيقولوا اي فاوند يو انا لقيتك خلاص انا وجدتك فهو بكده يبقى مسكه واخر واحد ما بيتمسكش هو ده الفايز يعني اخر واحد بيبقى مستخبي في مكان وما بيعملش اي صوت والسيكر او الانساء او الشخص اللي بيدور عليهم ده ما بيلاقيهوش هو ده اللي بيبقى فايز في الاخر فاحنا هنا نتكلم على لعبة هايد اند سيك هايد اند سيك يعني الاستغماية او الغمايدة هايد يعني الاختباء اند و سيك يعني البحث طبعا هي كلها لبعضها اكسبريشن بيجي بمعنى لعبة الغمايدة او الاستغماية وعايزكوا الاصحابي تعرفوا ان دي لعبة عالمية بتتلعب في كل الدنيا مش عندنا بس علشان كده هتلاقلها اسم في اللغة الانجليزية وممكن كمان تلاقلها اسم في اللغات التانية بتاعت البلاد المختلفة فلابت هايد اند سيك او الاستغماية دي لعبة عالمية كل الناس بتحب تلعبها وكل الناس بتستمتع بها هنا بيقول لنا هذه هي مجموعة من الصور للاعبة هايد اند سيك او لعبة الغمايدة او الاستغماية انظر على الصور يعني انظر على الصور يعني اي الناس يعني اللي انت لاحظتهم يعني يلاحظ زي ما عرفنا قبل كده what places do you observe what places يعني اي الاماكن places يعني اماكن do you observe اللي انت ملاحظها او اللي انت ااخد بالك منها what man made objects do you observe what man made طبعا اللي احنا قلنا عليها الحاجات المصنعة الحاجات اللي الانسان عملها objects العناصر اللي الانسان عملها do you observe do you observe يعني انت ملاحظها او ان انت شايفها فانا طبعا هناخد اول سؤال واللي هو what people do you observe مين الناس اللي احنا ملاحظينهم في الصور دي اصحابي طبعا احنا في الصورة الاولانية شايفين مين شايفين بنوتة بتحاول تستخبه وورا العمود ده طب الصورة التانية في بنوتة تانية حط اقضيها على عينيها وهي دي اللي بيسموها السيكر او الباحث او اللي بيستغمى علشان بعد كده بيدور على الافراد التانيين في اللعبة ويحط اقضيها على عينيها ايه علشان بتلعب وهي اللي هتدور عليهم طب في الصورة التالتة فيه ولد برضو مغمي عينيه وواقف ساند على شجرة وفيه بنت تانية ماشي بعيدة هزي ما احنا شايفين وبتدور على مكان علشان تستخبه فيه يبقى دول البيبول اللي احنا عملنا observe ليهم او اللي احنا لحظناهم في الصور طب تاني حاجة بيقولك what places do you observe what places يعني اي الاماكن do you observe انت لحظت دلوقتي فطبعا عندنا في اول صورة المكان هنا فيه عمود وفيه برج من المعدن تاني ورا ودي القاعدة بتاعته وشكله كده بارك او متنزه صغير طب الصورة التانية اللي احنا شايفينه فيها برضو متنزه او بارك وفيه وراء شجر وشكله واوراق شجر واوراق نباتات طب ال place الثالث شكله متنزه كبير وفيه كزا شجرة مش شجرة واحدة ونباتات كتيرة وشكله ده متنزه اكبر من اللي فاته فهنا دي ال places اللي احنا عملنا لها observe او احنا لحظناها طب ثالث حاجة بيقولك what man made objects do you observe ايه الحاجات اللي من صنع الانسان في الصور دي اللي انت قدرت تلاحظها طب العناصر اللي من صنع الانسان في الصورة الاولانية دي واضح جدا ان ده عمود من صنع الانسان سواء كان خشب او من المعدن سواء كان مصنوع من الود او مصنوع من المتل طب وفيه كمان البرج المعدني التاني ده والقاعدة بتاعته دي برضو دي man made طب والهدوم اللي البنت لابسها دي مش man made اكيد man made او عناصر من صنع الانسان موجودة في الصورة طب الصورة التانية دي ايه المان made objects او العناصر اللي من صنع الانسان اللي موجودة فيها طبعا مفيش فيها حاجة بس هي الهدوم اللي البنت لابسها دي هي ال man made objects لكن النباتات او ال plants اللي ورا دي مش man made فبالتالي هي مش من صنع الانسان طب والصورة التالتة اصحابي اللي فيها الولد اللي بيستغمى ده والبنت اللي بتدور على مكان تستخبى فيه له اكيد ال tree دي مش man made وال plants دي مش man made مفيش حاجة man made في الصورة دي الا الهدوم اللي لابسانها الاولاد بس لكن مفيش ايه عناصر تانية man made objects وبالتالي احنا كده عملنا observe للمان made objects او العناصر اللي من صنع الانسان في الثلاث صور والكلمات الجديدة في البيج دي اصحابي hide and seek يعني الاستغمى او الغمى ايضا او الثلاث صورة هذي مجموعة من الصورة بمجرد او الثلاث صورة او الثلاث صورة People يعني ناس Observe يعني يلاحظ What places do you observe Places يعني أماكن What man-made objects do you observe Man-made objects يعني العناصر اللي من صنع الإنسان ونتنع للبيج اللي بعده كده خليكم معي ونوصل لبيج 24 أو صفحة 24 ونوانها hide and seek article Hide and seek article Article يعني مقالة يعني قطعة مكتوبة بتكلمنا عن لعبة hide and seek بتكلمنا عن لعبة hide and seek أو لعبة الاستغمية وعندنا هنا بيقول لنا Read the article Read the article يعني اقرأ المقال اقرأ القطعة المكتوبة دي Answer the questions اجب على الأسئلة بعد ما نقرأ المقال ده هنجاوب على بعض الأسئلة اللي احنا الموجودة في نفس البيج فأول حاجة المقال بيقول لنا Hide and seek and be played inside Can be played inside يعني في الداخل ممكن تتلاب في مكان مقفول لو تفتكروا يا أصحابي لما تكلمنا عن الفوتبول قلنا ان هي بتتلاب outside outside يعني في الهواء الطلق يعني في الأماكن المفتوحة لان الفوتبول زي ما قلنا قبل كده هي لعبة عايزة مساحة واسعة ومكان مفتوح هنا بقى لعبة hide and seek أو لعبة الاستغمية can be يمكن أن تكون played تلعب inside inside يعني في مكان مقفول في مكان مغلق جوة البيت مثلا يبقى inside يعني في مكان مغلق many people many people يعني ناس كتير or only a few أو عدد حتى أوليل فقط can play can play ممكن يلعبه يبقى مش شرط ليها عدد كبير من الناس ممكن عدد كبير وممكن عدد أوليل يلعب اللعبة دي one player one player يعني لاعب واحد one يعني واحد player يعني لاعب is the seeker is the seeker اللي هو الباحث seeker يعني الباحث يعني اللي بيستغمى ويغلط يعنيه وبعد كده بيبحث عن الأفراد التانين في اللعبة the seeker أو الباحث covers his or hair eyes the seeker الباحث covers covers يعني بيغطي his or hair his طبعا لو هو ولد or hair أو hair لو هي بنت eyes يعني أو عنيها يعني and counts and counts يعني بيعد counts يعني يعد two twenty أو two twenty حتى رقم عشرين يبقى بيعد يعد one two three four five لغاية ما يوصل لحد ما يوصل لرقم عشرين أو لحد ما يوصل لرقم 20 every other players hides every other players يعني كل اللاعبين الآخرين hides hides بيختبئوا hide hides يعني المستخبيين hide المختبئين stay stay يعني بيظلوا بيفضلوا very quiet very quiet يعني هادئين جدا very جدا وquiet يعني هادئ يعني ما بيطلعش صوت when the seeker is finished counting لما when the seeker is finished أو بينهي counting counting اللي هو العد بتاع من one ل twenty he or she هو أو هي looks for looks for يعني بيبحث عن the hiders the hiders المختبئين when the seeker لما الباحث اللي هو بيدور على اللاعبين الثانيين finds a hider لما بيفايند بيفايند يعني بيلاقي a hider واحد من المختبئين دول the seeker says الباحث بيقول أو الشخص اللي بيدور على اللاعبين الثانيين ده اللي هو كان عامل استغمية ده بيقول says يقول I found you I found you يعني أنا وجدتك أنا لقيتك أنا مسكتك من الآخر كده باللغة اللي احنا بنقولها في اللعبة يبقى I found you أنا وجدتك the last player the last player يعني آخر لاعب to be found اللي بيتمسك في الآخر خالص ده is the winner is the winner يعني هو الكاسب هو الرابح winner يعني الرابح هو اللي كسبان يا أصحاب آخر واحد ما بيتمسكش هو اللي كسبان وإحنا كده عرفنا الارتكل أو المقال بيتكلم عن إيه الكويسشنز 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 أو الأسئلة بتقول إيه يا أصحابي where is the game played where is the game played يعني أين يلعب اللعبة 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 دي بتتلعب فين يا أصحابي طبيعي هو بيقول لنا أن اللعبة دي can be played inside can be played inside يعني ممكن أن تلعب inside في الداخل أو في المكان المقفول زي البيت أو المكان اللي احنا عايشين فيه في البيت مثلا فهي ممكن تبقى تلعب في الداخل can be played inside ممكن نكتب كده وممكن كمان نكتب الإجابة الأحسن ونقول inside في الداخل and outside outside الكلمة اللي احنا تعلمناها قبل كده في الفوتبول جيم أو في لعبة كرة القدم الفوتبول جيم كان بتتلعب outside بس لكن الhide and seek أو لعبة الاستغمية ممكن تتلعب inside في الداخل and outside في الخارج زي ما احنا شفنا أصحابنا في الصفحة اللي فاتت وهم بيلعبوها في البارك أو في المتنزه يبقى where is the game played أين تلعب اللعبة inside and outside في الداخل وفي الخارج ممكن تتلعب في البيت أو في المكان المقفول وممكن تتلعب في الهواء الطلق أو في المكان المفتوح طب السؤال التاني بيقول what is the goal of hide and seek what is the goal يعني ما الهدف of hide and seek من الاستغمية ايه الهدف من اللعبة دي فطبعا الجول او الهدف منها ايه when the seeker عندما الباحث is finished بيينهي counting العد بتاعه طبعا من واحد لعشرين he or she هو او هي looks for the hiders بيدور على المستخبيين الhiders المختبئين يبقى هو ده الهدف من اللعبة المالسيكر او الباحث بيفينش counting او بينهي العد بتاعه he or she هو او هي looks for بيبحث عن the hiders the hiders المختبئين طب والسؤال التالي بيقول لنا what are the rules what are the rules ما هي الرولز احنا عرفنا كلمة rules يعني قواعد of hide and seek الخاصة بلاعبة hide and seek او لعبة الاستغم معي طبعا الرولز بتقول one player is the seeker واحد لعب واحد بس هو the seeker the seeker covers his or her eyes the seeker be cover عين عناية عشان خاطر and counts وبيعد 220 220 حتى 20 every other players hides every other players hides يعني اللاعبين التانين كلهم بيستخبوا hiders stay very quiet hiders stay very quiet يعني المستخبين دول او المختبئين دول بيظلوا هادئين جدا وبعد كده when the seeker is finished counting لما ال seeker بينهي العد بتاعه he or she looks for هو او هي بيبحث عن the hiders بيدوروا على the hiders او المختبئين when the seeker finds لما ال seeker بيلاقي finds يعني يجد a hider واحد من المختبئين the seeker says i found you the seeker بيقول says او الباحث بيقول i found you انا وجدتك i found you يعني انا وجدتك the last player to be found the last player اللاعب الاخير to be found اللي بيتمسك في اخر واحد is the winner is the winner هو الرابح فهي دي يكون لها الرولز او القواعد الخاصة بالhide and seek او بلعبة الاستغمية وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعدك ده خليكم معي ونوصل لبيج 25 او صفحة 25 وعنوانها animals in the park animals in the park يعني الحيوانات في المتنزه وقبل مشرح الجزء ده احب افكرك واقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد ونتابع مع بعض اول بول ومش عايزين ننسى نذكر اسماء اصحابنا الشطار للي عرفت عن طريق التعليقات انهما شطرين ومتابعين معانا اول بول والاسماء هي كنزي عمر ساروت تميم موسى هالا الشرقاوي عبدالله وعبدالرحمن ولوجعين واخر حد صديقي وحبيبي يوسف جمال كلكو شطرين وكلكو حلوين ربنا يحفظكو ويحميكو مستني دايما في التعليقات اسماءكو هقولها اول بول ولو الاسماء كتيرة هقولها جزء جزء على مدار الدروس بتاعتنا ان شاء الله ونرجع لبيج 25 او صفحة 25 animals animals يعني الحيوانات in the park يعني في المتنزه where does each animal live where does each animal live اين يعيش كل حيوان read اقرأ each sentence كل جملة each sentence each يعني كل سنتنس يعني جملة draw ارسم the background the background يعني الخلفية circle يعني ضع دائرة حول the parts الاجزاء of the animal الخاصة بالحيوان that help it اللي بتساعده survive ان يحيا in its home في بيته فينا مطلوب مننا 3 حاجات اول حاجة نعرف الانيمال دي بتعيش فين تاني حاجة هنحنا نقرأ السنتنس دي علشان خاطر نعرف الانيمال دي بتعيش فين فلما احنا نقرأ السنتنس او الجملة اللي موجودة جانب كل صورة هنعرف الانيمال دي بتعيش فين طب لما نعرف الانيمال دي بتعيش فين هنقدر نعمل drawing او نرسم background ال background او الخلفية الخاصة بالصورة بتاعك كل حيوان ثالت حاجة واخر حاجة هي انحنا نعمل circle circle يعني دائرة حاولين parts او الاجزاء اللي بتساعد او بتعمل helping للحيوان ده انه هو survive او انه هو يعيش in its home يعني في بيته فاول حاجة نبص على الصورة الاولانية طبعا الصورة دي بتاعت كائن اسمه الحرباءة او الحرباية والحرباية او الحرباءة دي طبعا كائن بيتلون زي ما احنا شايفين في الصور دي صورته ودي صور مختلفة لي طبعا هي الحرباءة بتتلون بالبيئة اللي موجودة حواليها ربنا ادها خاصية عجيبة جدا سبحان الله في الجلد بتاعها ان الجلد بتاعها بيتلون باي حاجة موجودة حواليها ودي وسيلة هي بتدافع بيها عن نفسها اصحابي علشان الحيوانات التانية اللي جاية تكلها ما تعرفش تشوفها وتميز بينها وبين البيئة اللي هي عايشة فيها يعني لو هي وقفة على مكان اخدر هيبقى لونها اخدر شبه المكان اللي هي وقفة فيه فبالتالي لو حيوان تاني جاية تكلها مش هشوفها وسط الزرع او وسط الخضرة اللي هي وقفة وسطيها لو هي في الصحراء هيبقى لونها اصفر زي الرمل اللي هي وقفة عليه وبالتالي لو في حيوان جاية تكلها برضو مش هيشوفها لانها هيبقى لونها زي لون الارض اللي هي وقفة عليها فالحرباء أو الكامليون حرباء يعني كامليون بتغير لون جلدها وتخليه شبه لون المكان اللي هي عيشة جواه أو اللي هي أو المحيط بيها علشان تحمي نفسها من أعداءها فالحرباء يعني كامليون كامليون يعني إيه الحرباء والوراية مرة تانية كامليون فهنا بيقول لنا كامليون lives in grass grass يعني العشب يبقى كامليون lives in grass الكامليون بتعيش فين يا أصحابي في العشب lives in grass فهو طبعا دي السنتنس المكتوبة next to the picture أو مكتوبة بجانب الصورة فبالتالي الباك جراون هيبقى فيها إيه أصحابي شاطرين هنرسم فيها grass أو هنرسم فيها عشب طب الصورة التانية بتاعة الطائر ده وطائر يعني سوفت سوفت يعني طائر فهنا الطائر ده النوع من أنواع التيور ده المفروض إنه عنده حاجات بتساعده إنه يعيش في البيئة اللي هو فيها أول حاجة إنه عنده أجنحة بيطير بيها علشان خاطر لو في أي عدو من الأعداء جاي يأكله يتير في الهوى تاني حاجة عنده أقدام ليها أصابع صغيرة الأصابع ده بتساعده إنه هو يمسك بيها في أغصان الشجر العالية علشان برضو لما يحب يرتاح من الطيران شوية يقدر ينزل على أي شجرة عالية ويقف على الفرع بتاعها ويمسك فيه برجليه ورجليه تبقى ملفوفة حوالين الفرع بشكل كويس عشان ما يقعاش والحيوانات التانية تاكله يعني الطائر ده بيعيش في الأشجار فطبعاً الباجراوند هنا هيبقى فيها إيه أصحابي شطرين هيبقى فيها تريز أو أشجار فهنرسم هنا تريز أو أشجار طب آخر صورة صورة سمك البلتي فسمك البلتي in English يعني تيلابيا تيلابيا يعني سمك البلتي طبعاً كلنا عارفين سمك البلتي والحتى اللي مكلش السمك أو ما بيحبش السمك عارف شكله إيه ودي صورة من صور أسماك البلتي أو شكل سمك البلتي وسمك البلتي أصحابي هو سمك جميل قوي بيعيش في المية وبيعيش في الأنهار بصفة عامة فهنا ربنا خلق له زعانف بتساعده إنه هو يقوم بيها في المية والزعانف دي طبعاً موجودة حوالين جسمه والديل بتاعه برضو بيساعده إنه هو يعيش في المية فهناعمل سيركل أو هنحط دايرة حوالين الزعانف الخاصة بسمك البلتي لأن دي الأجزاء اللي بتساعده إنه هو يعيش في البيئة اللي هو موجود فيها والسنتنس المكتوبة هنا بتقول أتيلابيا أتيلابيا يعني سمك البلتي ليفز إن ريفرز ليفز إن ريفرز يعني بيعيش في الأنهار يبقى الباكجراوند هنا يكون فيها يا أصحابي شاطرين هيكون فيها مية اللي هي الخاصة بالريفرز أو بالأنهار فهناعمل هنا باكجراوند فيها مية أو فيها ووتر وما ننساش نبقى نعمل سيركل حوالين الوينجز أو الأجنحة بتاعت الطائر وطبعا الأقدام بتاعته علشان دي الأجزاء أو البرت اللي بتساعده إنه هو يعيش في البيئة اللي هو موجود فيها وبكده نكون حلينا البيج دي وعرفنا مطلوب مننا فيها إيه كويس ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 27 أو صفحة 27 ودي آخر بيج نشرحها النهاردة إن شاء الله وعنوانها ميك أبابيت ميك يعني نصنع بابيت بابيت يعني عروسة ورقية عروسة من الورق فميك أبابيت يعني نعمل عروسة مصنوعة من الورق وهنا بيقول لنا كالر كالر يعني لون زا سوفت زا سوفت الطائر هنا فيه صور الطائر زي ما احنا شايفين في البيج دي صورة كبيرة الطائر فبيقول لك كالر زا سوفت لون الطائر كاتت اوت كاتت اوت يعني قصه بعد كده بعد ما تلونه توميك أبابيت توميك أبابيت علشان تعمل من الصورة اللي انت تقصها دي عروسة من الورق أو أبابيت وبكده نكون حلينا البيج دي وانهينا شرح درس النهاردة لو أعجبك الفيديو اعمل لايك والأهم انك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وتفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان واللينكس بتاعتها موجودة في الوصف أو في الديسكريبشن أسفل الفيديو وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته